من جانب آخر أكد المقدم طبيب منافل قحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري أن مملكة البحرين سباقة باتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على المواطنين والمقيمين أحب أؤكد بأن المؤشرات الوطنية والدولية أثبتت بفضل الله سبحانه وتعالى فعالية الجرعة المنشطة في رفع منحنة المناعة لدى الجسم وأتوقع استشعرنا هذا الشيء منذ بداية حملة الجرعات المنشطة أو الإضافية من شهر 5.21 إلى الآن ساهمت في الحد الكبير من انتشار الفيروسات المتحورة وكان من ضمنها الفيروس أو المتحور دلتا والجرعة المنشطة أو كما تسمى بالجرعة الإضافية تعتبر هي جزء من بورتوكول التطعيم لا يقل أهميتها على الجرعاتين الأولى والثانية فرسالتي حق أي شخص إذا ما زال إلى الآن لم يأخذ الجرعة الأساسية الأولى والثانية عليك أنك تبادر وتساهم في قلق هذه الحلقة التي ستكتمل إن شاء الله لو أخذوا جميع الجرعات الأولية وكذلك الجرعات الإضافية لذلك أؤكد مرة أخرى على أن جرعة المنشطة كونها تعزز من فعالة التطعيم وكذلك شدة أعراض المرض المصاحب لفيروس الكورونا أو التحورات الفيروس المصاحبة له ترجمة نانسي قنقر